السلام عليكم ورحمة الله المشكلة اللي في السيارة دي ان الاكرة او المقبض الداخلي مش بيفتح الباب لكن الباب بيتفتح من بره عادي جدا وده راجع لان المقبض ده بيكون طالع منه واير معدني يوصل لكلون الباب والواير ده كل شوية يتقطع ودي مشكلة متكررة مع ناس كتير ازاي تعرف اسباب المشكلة دي وتتجنبها ده اللي انا هشرحولك دلوقتي المشكلة دي ليها تلات اسباب فأيا كان نوع سيارتك أو سامة الصنع طالما الاكرة الداخلية عندك بتشتغل على واير مش على وصلة حديد فهتبقى محتاج تركز معايا علشان تفهم الاسباب دي ايه وتتجنبها ازاي بحيث ان انت لو جيت في يوم غيرت واير جديد للأكرة الداخلية ان شاء الله يعيش معاك اطول وقت ممكن خلينا وريلك عملي بتفك كل المسامير اللي بتكون ظهرة قدامك في باب السيارة وبعدها بتتنقل للمسامير اللي بتكون مدارية ورطوبة بلاستيك وتفكها والمسامير المدارية دي اماكنها بتختلف من سيارة للتانية وبعد ما تفكها بتشيل الفبر اللي بيكون قافل على المراية من جوه وبعدها بترفع الفبر او البلاستيك بتاع الباب بحرص علشان ما تكسرش حاجة واعمل حسابك ان دايما بيكون فيه وصلات وفيش كهربية في ظهر الباب ولازم تفكهم الاول قبل ما تطلع فرش الباب وبعد ما تفكهم بتبعد الفرش عن الباب وهقرب لك بالكاميرا علشان تشوف سبب المشكلة وهو ان الواير المعدني مقطوع وزي ما قلتلك دي مشكلة متكررة في سيارات كتير وهوضح لك دلوقتي اسبابها ده المقبض الداخلي وده الواير اللي تقطع ومحتاجين نغيره وطريق تغييره بتختلف من سيارة للتانية بالنسبة للسيارة اللي معانا احنا هنكون محتاجين نفك الكلون بتاع الباب علشان نعرف نطلع الواير لكن الاول هنكون محتاجين نفك الوصلة المعدنية اللي موصلة ما بين المقبض الخارجي بتاع الباب والكلون داخل الباب ودي بنعملها باستخدام مفكر فيع او جفت على حسب المتوفر عندك بعدها بتفك مسامير المقبض الداخلي وتطلعه من مكانه ولما تقلبه هتلاقي الواير التاني هتطلعه الاول وبعدها طلع الواير اللي فيه المشكلة وبتفك مسامير الكلون اللي مسبتة في الباب هتلاقي الكلون نزل في ارضية الباب بتدخل ايدك تسحب الكلون من مكانه واحدة واحدة وبحرصه وانت بتسلك الوايرات واعمل حسابك ان لسه راكب فيه الفيشة الكهربية بتاعته ولما يطلع قدام منك بتفك اللوك او القفل بتاع الفيشة الكهربية وتطلعها من الكلون وتبعدها وبعدها بيكون سهل انك تسحب الكلون كله برا المكان المزنوق وانت بتسلك الوايرات واخيرا بتسحب الكلون بالوايرات اللي فيه وتطلعه برا باب السيارة هو ده الكلون بالوايرات اللي فيه واللي محتاجين نغيره هو الواير اللي تحت اللي مقطوع الاول بنطلعه من الناحية التانية من عند كلون الباب وبتستخدم اي مزيت وترش جوه الكلون عند الجزء الميكانيكي المتحرك وتتأكد ان حركته سهلة وسريعة ومفيش اي حاجة محشورة فيه تكون السبب في تكرار مشكلة قطع الواير بعد كده بتجيب الواير الجديد وطبعا مهم انك تكون جاي بقطعة غيار اصلية او لو مش اصلية تكون صناعتها ممتازة وتركب الواير في الجهة اللي كان راكب فيها عند الكلون وتتأكد ان حر الحركة وسهل مش عالق او تقيل او محشور وتركب طرف الغلاف الخارجي للواير في مكانه ونروح لاول سبب واشهر سبب اللي بيخلي الواير يتقطع وهو ان البلبلة بتاعته تكون ركبة محشورة في مكانها وزي ما هو واضح هي محشورة فعلا دي بتخلي الواير يتني من عند البلبلة ومع تكرار الفتح والقفل الواير المعدني بيتقطع وطبعا خدت مني وقت طويل جدا على ما طلعتها من مكانها تعال نشوف طريقة التركيب واللي بتكون الفيصل ما بين ان الواير يعيش معاك سنين او يتقطع خلال فترة قصيرة لو ركزت هتلاقي البلبلة بتنزل وتطلع في مكانها في المقبض مرتاحة جدا وبسهولة جديدة لو الوضع كده معاك يبقى انت ماشي صح لكن لو ركبتها حشر وبالعافية يبقى ثق تماما ان الواير اخر شهرين ثلاثة السبب التاني ان محدش بيفكر يزيت الواير من جوه قبل التركيب لان ده بيخلي حركة الواير جوه الغلاف بتاعه نعمة جدا وسريعة وما فيهاش احتكاك بتجيب اي سبري مزيت وترش منه جوه الغلاف بتاع الواير وتحركه كتير علشان تتأكد ان الاسبري المزيت دخل جوه وتكرر موضوع التزييد اكتر من مرة لحد ما تلاقي حركة الواير بقت خفيفة جدا ونعمة السبب التالت انك لما تركب البلبلة وتقلب الاقرة علشان تشوف المكان اللي بينزل فيه الواير لازم تتأكد برضو ان الواير بينزل في مكانه مرتاح مش بيحتكب اي حاجة حواليه واخيرا بتقفل الجزء بتاع الغلاف الخارجي بتاع الواير التلات اسباب دول لو ركست معاهم وعملتهم صحة وانت بتركب الواير يبقى ثق تماما انه هيعيش معاك سنين باذن الله لايك وشير للفيديو علشان الناس اللي بتعاني من مشكلة تكرار قطع الواير تبقى عارفة اسباب المشكلة دي وازاي تتجنبها وبعد ما تضغط على زر الاشتراك فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله